في نهاوان دبياتي ومقامي وصباي أسهر الليل أنادي عجما سيك نواي راصدا كردا حجازا بقراني ودعاي ذي مقامات جزال وهي أنهام غناي قد جمعت الأصل منها بحروف من نداي في بعرس ننصحك يا من يؤديك أداي بسم الله الرحمن الرحيم ومساككم بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم بيني وبينكم لا أنا مو حبيت المقامات أنا عشق شيء اسمه مقامات بهذه الجولات المختلفة والمتنوعة والجميلة مع شيخنا الشيخ مشاري راشد العفاسي مستكلة وخير براشد يا هلا يا هلا ومرحبا والله أنا أقول لك صج براشد هذا المطلوب إيه إحنا ودنا الواحد يتعلق بكتاب الله عز وجل أولا لأنه خير الكلام التنغيم هذا إذا كان يعني تنغيم وتغني بالمحبوب عز وجل هو أعظم محبوب فهذا هو المطلوب بالضبط يعني كنا نسمع قراء نسمع الأداء لكن والله أنا أقول لك الصج يعني ما كنت أعرف أنه والله هو في مقام معين لكن اليوم لكن اليوم قاعدة سفيد شيء وكل يوم قاعدة تعلم شيء فاليوم شنو مقامنا اللي اخترت لنا مقامنا اليوم السيكة مقام السيكة طبعا في ناس تقول السيقا وفي ناس تقول السيكة هو طبعا يعني كما يقولون الأسماء لا تعلن لكن هذا الاسم اسم لدرجة اسم مثل ما يقولون بالفارسية السي اللي هو الرقم الثلاثة وكاه يعني الصوت يعني الصوت الثالث يعني الدرجة الثالثة يعني أفهم من كلامك أنه أصلها فارسي التسمية هذه فارسية نعم التسمية فارسية نعم لكن اللي دونوها بعد ما دونوها بنان هذه التسمية لكن كمقام وكأداء وكاستعمال لا موجود يعني في الوطن العربي كلها موجود اللي هو السيكة نعم السيكة الحين أنا ببتدي فيه مثال حتى المشاهد معي يكون قريب في الصورة سيكة وين نجدها أكثر شيء عند القراء في قراءة القرآن في الأدعية في الأناشيد والله نشوف يعني أنا أنشت مثلا مثلا طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحاسبون أنهم دوم حيين الموت لو يستاذن الميتين أهل المعاصي ما يموت هذا المقام يعني مختلف عن مقام السيكة المشهور السيكة المشهور هو مقام يسمى الهزام رح نجي لها بالتفصيل يعني أما السيكة هذا عبارة عن أول ثلاث نغمات فيه هو أصل السيكة كمقام وفوق الجنس الأعلى منه هو رصد فتقول أنت مثلا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا هذا الدخول هذا الدخول سيكة نعم لكن البداية اللي بديت فيها براشد لا الدخول هو سيكة كلها سيكة نعم هذا الدخول بعكس الهزام الهزام تقول هنا بالنغمة هذا تقول لها أحجاز اما السيكة تقول رصد فوق وتحت سيكة الان دخلتني بالهزام براشد الهزام هو فرع من السيكة فرع من السيكة و راح نجي لنا نفرد لها حلقة كاملة يعني مو مقام بروحها هو متفرق من السيكة لا لا هو فرع من السيكة طيب أسلوبه مختلف عن السيكة شبيه فيه طبعا لكن في حنية أكثر من هذا الوقت لذلك هذا السيكة قليل استعمال لأن هذاك سبحان الله متصدر أكثر للهزام للهزام طيب السيكة براشد صحيح أنه يقول لك القراء ما يقدرون يكملون بالسيكة لأن مساحة الصوت أو المقام نفسه قصير لا بالعكس يعني أبي تفسيرها لا بالعكس بالعكس مقام السيكة مقام يعني فيه قراء أبدعه فيه يعني أنت مرات تسمع الشيخ الكناكري مثلا في المرتل أبدع فيه يعني يعني أقصد يعني ممكن يطول فيه بل هو ممكن يسجل ختمة كاملة على المقام هذا أو مقامهم ثلاثة يمكن الشيخ أيضا محمد بن شاوي طبعا الشيخ المنشاوي الشيخ البهتيمي رحمة الله عليه الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد رفعت أذن أذان كامل بالسيكة وهذا نادر يعني يحصل أقدر أسمع شيء يعني محمد رفعت ما يتقلد رحمة الله عليه الله أكبر الله أكبر يعني هذا المقام يعني أيضا مقام له طابع عربي فقط مثل ما كنا نقول يعني عن بعض المقامات اللي فيها ربع تون اللي يميزها ويخليها فقط عربية يسمعها الأجنبي الأجنبي أو العربي يسمعها إذا لم يتعود عليها إذا محافظ مسامع الشيخ المشاوي رحمة الله عليه الشيخ البهتيمي الشيخ حمد الزامل يعني أفهم كلامك براشد اللي داخلين للإسلام مثلا شخص يعني دخل الإسلام جديد مثلا نعم سمع القراء وراح مثلا موسم الحج نعم أو راح اعتبر إلى مكة المصاحف الوردتلة الموجودة والمجودة للقراء اللي سجلوا شلو يسمعها أول مرة براشد وبعدين شلو تأخذ لما تأخذ الإذن عليه يعني في ناس تحفظ القرآن على شيخ معين فتحاول تقلدها يتأثر فيه خلاص يوصل الإحساس يعني وصلا الشعور اللي يريدها طيب شنو الشعور اللي وصله السيكة والله يشوف يعني السيكة مقام يعني فيه أكثر من حالة ممكن يوصلها لكن خلنا نقول يعني يعني ما هو له يعني مثل الصبا أو العجم شخصية واضحة هو قريب من مقامه البياتي مقام شامل ممكن أنت لكن أنا عن نفسي أحب يعني أسمع آيات يعني مثلا في لتتكلم عن الغزوات وتتكلم مثل صورة آل عمران صورة الأنفال يعني هذه الصورة أحب أسمع فيها المقام هذا مقام السيكة و أين تكمن صعوبته؟ صعوبته بالظل صعوبة صعوبة توظيفه الجنس اللي فوق هذا اللي هو الرصد مع السيكة أغالب الناس يقرؤون مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحن هنا سيكة هذا من فروع السيكة من فروع السيكة مو السيكة الأصلي السيكة الأصلي في رصد فوق مثل ما قلت لك اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا تحسها يعني حتى مع الدعاء هذا يعني تحسه في زجر في فخر يعني حتى في آيات الجهاد يعني أنا أحب أسمع الآيات هذه أنا سمعت بعد ذلك صحيح لبراشد موضوع أنه راحة أرواح يعني شنو موضوع هذا؟ نعم هذا المقام أيضا من فروع السيكة و راح نفرد له إن شاء الله يعني أنا قاعد أتكلم عنه يعني الأفروع راح أعطيهم حقهم يعني ما ودي أتطرق لهم كأسماء شديدة راح نعطيهم حقهم لأنه نحن عندنا حين المقام هذا بروحك اللي أفهم من كلام حضراتي لأنه فيه أفرع كثيرة وكل فرع لقراءة بأداء معين صح؟ نعم نعم طيب و طبعا راحة الأرواح مقام يشبه المقام الحزان اللي توقلنا عنه لكن على درجة مختلفة غير درجة السيكة المعروفة اللي هي الدرجة الثالثة لكن يتميز فيه العرب طبعا العرب متميزين في أنا أذكر كتبت في هذا المقام يعني عشان أجمع المقامات الفرعية فيه اللي أذكره يعني والسيكاه عنده تسع أو يقوم بسته نكار و فرحناك هزام و عراق و شعار و في مايا و في راحة الأرواح نبدو المايا و البسته نكار هو مقام أيضا لما تدمج أنت السيكة هذا مع الصبا يطلع لون مختلف و أنت تقرأ الصبا مثلا مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هذا مقام السيكة ماشي لما تقول الصبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ركز على السيكة التركيبة شلون إبو راشد علاقات المقامات بعضها لها تركيبة معينة تركيب مقام على مقام أيضا يكون له اسم مختلف اسم فرعي يعني مثل ما قلنا الأسامي اللي توا الأوج يعني الأوج يعني أوج الشيء يعني باللغة العربية يعني أعلى أعلى درجة العراق أيضا الأوج والعراق درجة من طيب راشد صارت مثلا يعني صار هذا الأداء أو هذه القراءة و بعدين سموها أو التسمية موجودة و مش هو عليه يعني الفرع موجودة هي موجودة والتسميات صارت أقب يعني يعني الأقار أو مثل ما قلنا يعني هو المؤتمر العربي اللي حصل في مصر سنة 1932 جاءوا يعني من مختلف بلدان العالم حتى من أوروبا و الثقو اللي يسمعوه و الثقو الموجود بالضبط يعني كانت القراءة موجودة قبل هذا التوثيق و وضعوا لها المسميات وكان يسمعونها أيضا من القراء يعني حتى يعني كبار مثل مثل محمد عبدالوهاب كان يحضر عند الشيخ علي محمود وهذا مذكور معروف يعني حتى الشيخ علي محمود حتى من بطانته الشيخ زكريا أحمد و الناس معروفة يعني تأثروا بالقراء يعني هم الأصل والسيكة قديم حيل طب راشد السيكة في طرفة يعني من كتر ما بعض الناس يحبونها في واحد من إخواننا المصريين قال لي هو بلال لما أدن أدن بإيه قال له والله ما أدري قال هو بلال لما أدن أدن بالسيكة كيف درها كان ضحكت صراحة قال لأن يعني المجتمع لأن الإنسان يقول بالمسموع يتأثر بالحوله فيقول بثقافته الموجودة فهو قال قالوا بلال إذن أدن في السيكة إذن نحن نختم بهذه الطرفة التي حضرتك ذكرتها التخمين طبعا التخمين من صاحب الرواية مو تنقلته في هذا إذن السيكة تقدر توصفها في الختام بأنه مقام جميل مقام مريح مقام إذن نوصفه بوصف محدد طبعا هو التقاء بهالمقامات هذه يعني هو ملتقي بالرصد ويلتقي أحيانا بالحجاز فإذن هو مقام يعني متشع وصديق للمقامات طبعا صديق للمقامات والله أنا استمتعت مثل ما قلتك بداية الحلقة وهم استمتع وحبيت موضوع المقامات وقاعد أسمع لا وبسألك بعدين ها يمكن قولك القراءة هذه أنا صح ويمكننا أيوم أو أيام أقرأ هذا المقام مقام السيكة هذا من المقامات أيضا الصعبة يعني يعني في ناس لما تدخل فيه صعب تخرج منه يعني يعني حتى واحد كان أيضا من إخواننا المصريين يقول قاره ويقول الولدي يقول لي ياللي ما تعرفش تخرج من السيكة يقول من كثير متعلق بالسيكة مقام صعب صعب الصعب الخروج منه نعم صح أنا على اليوم يعني بينك سيكون مع الناس ويشوفونا ونصور أبي أقرأ قراءة لأن صوت ليس جميل وبيك تقول لي أي مقام أنا قاعد أقرأ إن شاء الله مستمرين إن شاء الله في حلقات جاي إن شاء الله براشد عزيز مشكور وما قصرت عسى ما تحبتك اليوم لا عزيز الله يحفظك إن شاء الله نشوفكم في حلقات ثانية في أمان الله رب اغفر لي خطيئة يوم الدين رب اغفر لي خطيئة يوم الدين رب اغفر لي خطيئة يوم الدين ذي مقامات جزال وهي أنغام غناي قد جمعت الأصل منها بحروف من نداي في بعرس ننصحك يا من يؤديك أداي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر